احد الكوكامات قالوا له ما هو أقصر طريق للغنى والسعادة يصبح أسعد الناس وأغنى الناس قال ليس أن تمتلك حاجات كثيرة لا قال لا تحتاج إلا إلى حاجات قليلة فكرة بسيطة خيال؟ محبقرية لما أنا أقل الحاجاتي والحاجات الفارغة هذه والتي تتجاوز حتى الترف والرفاهية لا أريدها لا تلزمني ستجد حالك صرت غني وسعيد لماذا سعيد؟ سترى حالك غني لأنني عندي عندي كل شيء الحمد لله عندي إشاء أكل الحمد لله هناك ناس ملجوعة عندي إشاء رب عندي إشاء ألبس صح؟ عندي مكان أنام عليه وأنام فيه حتى لو غرفة الحمد لله تازة غرفة عندي طراها عندي سريط تازة عندي معدة بتهضم صح؟ السوائل الأحسن ما يكون عندي أنف يا شم يا رجل يحت الأوراد والزهور نعمة عظيمة أقسم بالله عندي قلب يشكر ويحس عندي مرة صالحة طيبة مطيعة تقية شريفة نعمة كبيرة هذه تحيل أنظر إلى غيرها ولا بدي جميلة جميلية العالم ولا بهم مني عندي واحدة بتكفيري ممتازة هذه في العصر هذا صح أو لا؟ بس متها أمامي دعاها إلي الله يعطيك العافية الله أبي الدنيا أولي فيها يشكوا بس والله رزقني الأولاد كمان ولو عندي طفل واحد ذكراً كناء منثى أكبر نعمة ويمكن أنك تعطيها شكرة توفيها حقاً مشتحيل وعلى فكرة لما الله أخذ المعلومة الطيبة هذه لما الله أعطاك الولد هذا ما أعطك إليها مرة واحدة أعطك إليها ملايين المرات تعرف كيف؟ كل يوم ابنك حي هذه أعطيها جديدة كل لحظة ابنك صحيح سليم وليس في المستشفى وليس على فرش الموت أعطيها جديدة صح أو لا؟ كل مرة ابنك يفتر عن ثغرة يفتر عن التسامة في وجهك أعطيها جديدة ضحكت ابنك وعيونه تلتمع فيها الفرحة بالدنيا أقول فيها عبيبي بالدنيا أقول فيها أقصم بالله العظيم ماذا يريدك الفلوس؟ ماذا يريدك الملايين والمليارات؟ تلزبك آش؟ طب ما هيهم؟ عندهم ملايين وعندهم مليارات وحياتهم من أتعس ما يكون لماذا أحكي الكلم هذا؟ دخلوا بالدين والتدين أيوة أحب أن أرسلكم المعنى العميق الجميل هذا هذا يستهل مليار دولار والله العظيم لأنهم لديهم مليارات ليس فهمين وليس عايشين بيه راحت عليهم خسرانين خسرانين والله العظيم خسرانين وأنت أغنى وأسعد منهم واحد سألني أعملت أنا أخطب قبل سبعين ثلاثة فبعثتني سؤال طبعاً في التعليقات لكن لم أجاوبته قال لي هل أنت سعيد؟ وأنا أدخله أنا أعطبه أن أعطبه لأنه يتعلق لأحد أعطبه لأكل عشان العدل لا يوجد وقت أعتذر كنت حاب أقول له والله لكن الآن أقول له سمحا إذا هناك أحد أسعد مني في الدنيا ستكون عجيبة شعوري أنا بفضل الله شعوري هذا أنا فيه أسعدنا زعني فيه أنا أقول لك أنا عند نفسي كيف عايش؟ لا أشعر أن في العالم منه أسعد مني بفضل الله تبارك وتعالى أقسم بالله سعادة لا توصف لا توصف لذلك لهجي بشكر الله تقريبا مع كل نفس أقول لي على كل شيء بأشكر الله وبشعر بالنعمة في كل شيء مثل ما قلت لك هذه الأفكار ليس من كتب ها أنا بعيشة كل ما أطلع في واحد من أولادي نعمة كبيرة قلبي يبكي للسان يا لهج يا رب أنه صحيح صحيح لهزان حيا ويحبني وبتسملي جميلة جميلة بالدنيا ما لك أنت ما لك ستقول لي يا الله معناه أنه منابع سعادة بالهبل ومضيعينها طبعاً ضيعينها من حمختنا لأننا بنفكرش في اللي عندنا بدنا غيره عشان هيكي طالما أنت ما تمتعتش بالبين إيديك لن تجد متعة فيما ليس بين يديك ولو حصلته والله العظيم خدها مني وأسأل حالك دولي والله صح صار معي هيكي قصدي أقول عاد الآن الدين والتدين نفس المعنى كرامك عن الدين وخطبك ودروسك وكتب ومؤلفات والدين الدين الدين كل هذا لا معنى له ولا قيمة له ولا جدوى منه في حقك أنت على حتى تعمل بما تقول جرب هل تقول هذا؟ تعمل ببعضه ستعرف قيمته ما رأيك؟ ستقول أنا لو محمد عليه السلام ليس وصلني هذا التراث العظيم كما قلنا منه ألوف الأحاديث يعني لو نحن ضيقنا موضوع الصحيح كثير مثل عمل الإمار الذهبي ذهبي قال لك الأحاديث الكثير ومؤقت الألوف وهذا كلام مبالغ وكذا أنا الذهبي شوف شيخ الرجال وشيخ العلماء تعون الحديث في عصري قال لك أنا في تقديري أن الأحاديث الصحيحة في حدود أربعة آلاف طبعاً كلام منطقي الذهبي أربعة آلاف كنس كبير جداً أربعة آلاف أربعة آلاف هذه أربع مجلدات الضقمة كل واحد فيها ألف حديث الحمد لله هذه اللغة بعد أنها صحت والنبي قالها وما بتتعارض مع القرآن ولا مع نفسها ولا مع الحكمة حتى صحيحة أنا بقول لك أنت كان يكفيك من رسول الله من الأربعة آلاف هذه كلها أربعة آلاف أربعة قال لك الأربعون نوية عشانك نوية لما حط الأربعون شوي ذاكي هو كانوا بقول لك أنت ممكن تجتزئ من السنة كلها بأربعين حديثاً بلاش أربعين كثير عليك ما أنت كسول مثلاً أربعة أربعة حديثاً تقلب حياتك رأساً على عاقبك والعلماء فعلاً ردوا الأربعين إلى أربعة قال لك أربعة وعليها مدار الإسلام وستجدتها في أول شرح الأربعين أربعة لو رسول الله أنت أخذت فقط مشاكل الناس معظم عرفين تبدأ في الأسر مشاكل الأزواج للأسف دائماً أنا بقول لك أي زوجين مسلمين يكون هي مسلمة برضو وهو مسلم ما بيحتجوش أكثر من أربعة خمسة أحاديث والله العظيم لو عملوا بها بادي الأحاديث لا يكون من أسعد الناس على وجه الأرض أنا كزوج وأخذ بحديث ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم هذا نبي قال لي هيك ما استقراطكم في شخص وكانت وأنشتي نبي خلاص أخذت مسلمة سأكرم زوجتي بكل ما أستطيع مادياً معنوياً في غيبتها في حضورها في حضور أهلي في حضور كبير زوجتي هذه النبي قال لي أكرمها أكرمها بعض الناس يكرمها بين وبينها أمام الناس بخجل ليش يا أهبل يا عبيض أكرمها بين الناس كرامتها من كرامتك كل من زوجتها هذه أم فلان أم محمد هذه الله يرضى عليها الله يرضى عليها في الدنيا والآخرة اللهم أشهدك أني راض عنها لأنها بارة وفية كذا كذا تأخذ هي دفع مسكينة وتحطك في حيونها من جوة أكرمها بكل ما تستطيع مادياً إياك ابخل عن نفسك وأكرمها أقسم بالله امشي حافي ألبسها امشي عاري واكسها بتطاوياً خمسان وأشبعها وتحفظ لك هذا بعون الله تعالى مع الكرامة تحفظ لك هذا النبي قال درهم تصدقت به في سبيل الله درهم أعطيته لفقير درهم كذا درهم وضعته في فم زوجك أو زوجتك أو في أهلك قال خيرها عند الله الذي أنفقته على أهلك الله أكبر وين يا أخي هذا ديننا ما بنتعاملك صح ولا ما بنتعامل ما بنكرمهن وعمل حالة مش تعون دين هذا الدين إكرام صح ولا إكرام بدك تكرمها بالكامل حتى لا تكون لئيماً حتى تبقى كريماً بإذن الله تبارك وتعالى هي يجي النبي يقول له تسمح هي إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة تدخل الجنة من أي أبوابها الثمانية يا شتي الله طريقة قصيرة وبسيطة بهمك يا زوج أنا أنا فعلاً إيش تحفظ فرجها وتصلي وتصصي عشان إيه كمان تتأثر في أولادي أمرأة تقية مزبوط وطي يعني في المعروف وأنا كمان بطيعها مع الله قال وإن امرأة الخافة ذنب عليها نشوزاً أنا ما في زوج بعصي أنا حتى ما أعصيهاش أنا أطيعها وزي ما أقول دائماً في كل مشوار وأنت رايح طالع السلام عليكم تحب شيء من هوفر من الفيلا من كذا أنت أنت يجيب دائماً يجيبوا إكرام ووفر عليها ما تخليهاش تطلع ستتها ستتها خليها ملكة متوجة يا حبيبي لا بتلاقي شيخ مضيع وقت كله في المساجد وفي الشوارع ومع الناس ومضيع زوجته أولاده أي شيخ وأي مشخ وأي كلام فارغ والله ما أنت فاهم رأسك بالرشليك وقسم بالله ولا يهمني فيكم في ديناك لا تبعيش فاهم الدين دين أنا على نمط محمد قدوة زي محمد إيك النبي كان معهله أنا هعمل زيه واضح؟ وهي نفس الشيء ما؟ الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إن نظرت إليها سرتك ليس لأنها حلوة كثير لا 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 مرطيبة ليس كئيبة ليس تعيسة ليس متشكية ليس أنانة ليس منانة ليس نقاقة ليس نقاقة ليس خراجة ليس ولاجة مرأة ما شاء الله عليها مملكتها بيتها وتحب ترع مملكتها في بيتها ليس كل ساعة طالع نازي طالع نازي طالع لا 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 همشي زوجة همشي زوجة وأولادها العوج تبعها فأنت ولما تطلع فيها دائما تتبسم في وجهك أه تقول أولك لبيك نعم نعم عيوني قلبي يريدك إياها مثل أخواتنا السوريات تؤبرني لكن دعوا عن أنفسهم كثير والله جاءهم بلائك بي المسجيين في الحرب هذه كثير كثير عندهم قبر كثير سهلا الله عافيهم يا رب فالمهم لكن شوف عندهم عندهم طلطف رهيب تؤبرني شيء حلو تتحبم الزوجة تبعوا الاسم هذا طيب من إذا نظرت إليها سرتك وإذا أقسمت عليها أبرتك والله غير تمام تعمل حاضر حاضر أبدا مباشرة وإن غبت عنها حافظتك في نفسها ومالك وولدك فهذه الرسالة مين للزوجة أبي يقول تحب تكوني أحسن شيء أنت تعمل زي هيك فرحي دائما ما تكونيش نيكا دي حتى لو أنت تعباني عندك إلتهابات عندك ألم أجاكي خبر عن أختك أنها مريضة في المستشفى ما تنكتش على زوجك تصلوا عشر ساعات في الشغل تهت طهقان أحد ما يقول لما يأكل وتعش وينبسط بعدين واصطيه الخبر أن أختي مريضة كذا سيفراح ويعجبوا هذا التوسل الطيب منك صحة ولا فقصدة أقول هي حادثين أنت حادثين انتهت الدنيا قصن بالله انتهت انتهت بتكون أسعد زوجة انت أسعد زوجة وتكون هي أسعد زوجة إيش رايك؟